تواصل غياب بعض المسؤولين عن تقديم شهادتهم في قضية الخليفة يثير حفظة هيئة الدفاع نتكلم من الناحية القانونية المحضرة هي شهادة الشاهد هي أدلة من أدلة الإتبات معناها القاضي إذا لم يكن لديه أدلة كافية أمام المحكمة على أي أساس سيكون اقتناعها فجأنا بغياب هذه الشخصيات لكنا نتمنى أنها تتمتع بنوع من المسؤولية وجيد تمثل من تلقاء نفسها حتى وإلى كان من الناحية القانونية بإمكان رئيس محكمة الجنايات يأمر بإحضارهم عنوة عن طريق القوى العمومية دفاع الخليفة يرى أن البنك كان ضحية لتسريب معلومات وإشاعات ممنهجة في العام 2002 في أكتوبر 2002 سندق التقعود اجتمعت مجلس إدارة السندق اجتمع وكان جد في جد للأعمال سحب الأموال من خليفة بنك وحسب ما ورد فيما يتعلق في هذه الاجتماعات أن بعض الأعضاء كانوا اقترحوا سحب الأموال لأن هناك إشاعات تفيد بأن البنك سيأول إلى الحل وإلى التصفية هي أنه في رأينا تسريبات منتضمة كان نتج عنها أولا تكاثف عملية السحب وإنقطاع الإدارات وهذا يعني ضربة قاضية بالنسبة لأي بنك غياب أبرز المسؤولين عن تقديم شهادتهم يتوصل وتتواصل معه كتم أسرار هذه القضية يحصل هذا في وقت لم يقدم الشهود الحاضرين أي جديد مع عداد دفاعهم عن إيداع أموالهم ببنك الخليفة بحجة أن الإجراء لم يلقى اعتراض من قبل الوزارات والهيئات الوصية من داخل مجلس قضاء البوليدة مفادة شرق نيوز رياض بوزينا